تتحدث عن الخلطة التي حدثت بشخصيتك بين سفرك وعيشك في فرنسا وبين سوريا بما تطبعتي؟ ما هو الجديد الذي حدث بشخصية ليلى سامور؟ لا يجب أن أتحدث عن هذه القصة لأنه قلت فيها قبل لكنه إجباري إجباري لما بدأت تسافر على دولة غربية والأول مرة تقعد فترة طويلة إجباري هنا عالم ثاني مختلف عننا مختلف عننا بقصد شو تأثيرات الدرجتية ضمن شخصيتك؟ إيجابية يعني في شيء إيجابي صار عندي هدوء أكتر تقبل كل ما يحدث برحابة صدر كل شيء بالحياة له حل هدول الأشياء اللي أنا تعلمتهم من برأة بنتيجة التجارب يعني اللي شفتهم أهم نقطة أنه في حل لأي مشكلة بالعالم وكل شيء بالحياة مؤقت ستليلة هذا منه يعني بعض الناس قد تقول أنه تفاؤل زايد أو إيجابية مفرطة حين أبداً أنه الواقع صعب أكثر لا إلك الإيجابية مو أنه يعني السلبية أو الإيجابية مو أنه أنا يعني رافضة الواقع أنا ماني متفائلة ورافضة الواقع الإيجابية أنك أنت عايش هذا الواقع بكل مرارته أنا عايش الواقع بكل مرارته مثلي مثل أي إنسان يعني وإذا نفكرين أنه الناس مختلفين كل واحد همه على قده اللي نشوفه بالعامية بس لما كل إنسان كيف يعالج كيف يعالج الوضع اللي هو عايشه أنا حدا متألم من جوا أنا حدا ماني أنه كتير سعيدة بالحياة وواو وحياة وردية لا في عندي مشاكل مثل كل العالم أنا حزينة مثل كتير عالم أنا مقهورة مثل كتير عالم أنظلمت مثل كتير عالم بس ما فيني كمان حمل العالم أنه أنا ضحية لا أنا ماني ضحية هذا الشيء اللي عم بمشي كليات وهي رسائل ومطبات بقع فيها مشان أنا أتغير للشيء الأفضل وبشكر كل حدا أزاني لأنه كان رسالة وخطوة ليرقيني لمرحلة أحلى وأجمل وأقوى فالإيجابية إن أنا متقبلة هذا الواقع المرير بس جواتي أمل وإني بدي أتقبل هذا الشيء ما بدي ضني كل الوقت معصبة غاضبة متدعي أم ما بصير هيل الحياة الأد أدى ستليلا قلتي جملة بدي أوقف عندها لو سمحتيلي قلتيلي أنا ماني ضحية أنا برفض كون ضحية كيف كيف تتعبري عن رفضك علما أنه البعض دور الضحية بيلبسوا وبصير بيستمتع وبعيده وللأسف وللأسف في بعض الأحيان جزء كبير من الفنانين السوريين اللي عندهم ظروف معينة يقدموا على أنهم ضحايا شو رأي حضرتك؟ وليش الطرف دي تكوني ضحية؟ يعني ضمن تركيبتي هذا الشيء يقلمني يقلمني كثيراً ليس قليلاً يعني لا يمكنني أن أرى أحد ضعيف أنا إذا أرى أحد ضعيف يشعر بشيء تنكسري تشعر بالمرارة أو الإنكسار يشعر أنه يقلمني كثيراً فلما أرى الناس كثيراً ينوجع أنا أحاول أنني ساعد بقدر ما يقدر والله بيعلم يعني عم حاول بكل جهدي أني ساعد بس الوجع أكبر مننا كلنا ما بحب أني أنا كون بهذا الوجع اللي عم شوفه ما بتحبي تعطي نفس النفس ما بتحبي تحكي نفس الوجع لا وما بحب شوف حالي ضعيفة لأنه لما بتشوف أنت حالك هيك بتنهار هلا بعض الناس بتقدر ما تكون ضعيفة يا ستليلة لأنه عندها مقويمات الصمود الإنساني الشخصي قادرة أنه عند بعض الناس بتكون يمكن استنزفت أدواتها لتبقى وقفة فممكن تعلن أنا صور ضحية مثل شركة تعلن إفلاسة أو أنا ضحية حدا يساعدني إمتى ممكن تلجأ ليلة لطلب المساعدة إن شاء الله ما بلجأ إن شاء الله ما بلجأ بس عندي إيمان كبير إنه ممكن كتير يعني عندي إيمان إنه أنا ما بوصل إن شاء الله بهذه المرحلة يعني ما حدا بيعرف شو جاي بكرة بس عندي إيمان خفي إنه بشوف دائما الجانب الإيجابي من كل مرحلة أدمن كانت قاسية بحياتي حتى الكبر يعني العمر فأنا أحيانا بصفون إنه هلأ بس يعني العمر خلاص يعني صلنا بمرحلة متقدمة وكذا لكان يعني إنه الواحد بيحس إنه كبر وبعدين عود تخيل إنه أنا معقولة ما عود أقدر أتحرك مثلا معقولة ما كذا أحتاج الآخر أحتاج مثلا العالم يعني كون هيك تقيلة على العالم أو كذا بترعبني هالفكرة برجع بقول لا في يعني أنا إيماني كتير كبير في هيك إله كتير حلو جواتي بيساعدني دائما أنه لا أتفائلي لأنه أنت اللي بتفكري فيه قادر أنك تستطيع حياتك شو أدوات ليلى سامور لمقاومة فكرة العمر والزمن؟ السلام الداخلي السلام الداخلي اللي عيشت وأنه عندي حالة أنه ما نراكدة على شيء كثير بالحياة حاس الحياة هيك قصيرة وما كثير عايشة ببكرة تحسين مكتفية يعني في ناس لك أنا مكتفي بالموجود أنا مراضي باللي حتى حصلتوا باللي شفتوا ما أنا مضطر أعمل حالة سعي قاسي أكتر هلا لا أنا السعي بسعى 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 لأنه هذا واجب علي واجب علي لأنه لازم أنا أتطور عندي مشكلة تطور هي لأنه لازم لا توقف أرنى لازم ضopia لازم ضله إ 크ة أكبر لكنه يعني لم أهل هواس كبير أنه إذا بقواعدت أنه لن أAczasديeri كذا كذا أو لم أخذت splitting العمل الأطول، أو لم أصعا بمركز الأطول أصابت أن لا نقترب يعني ما بتعذب متل زمان صار عندي انه يعني شو الحياة بالاخير يعني شو الحياة حياة عائلة حلوة وناس محبين ومتل ما قلت وانت اكتفاء واكتفاء يعني انك اهم شي بس اني ما احتاجها